موسيقى 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 مخافة رئيس الجمهورية تسلم رسالة شفهية من نظير الصيني عبر السفير الصيني لدى البلاد تتعلق من تعزيز العلاقات المتميزة بين انجمان ومكين في المجالات المختلفة موسيقى ممثل رئيس الجمهورية وزير الدورة والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية يضع حجر أساس بناء سوها الغلة وذلك بتمويل من الحكومة الجادية وبإشراف من شركة كولبال السودان موسيقى وزيرة البسطة و تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإعلام تترأس أعمال التظاهر الفكرية والعلمية بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات كما ذلك بإقصار الخامس عشر مين موسيقى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم العرض الرئيسي لهذا المساء وكل عام وأنتم بخير التقى اليوم فخامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنور بالقصر الرئاسي بالسفير الصيني لدى البلاد والذي حمل معه رسالة شفهية من الرئيس الصيني إلى نظيره اتشادي تتعلق بتعزيز العلاقات المتميزة بين أنجمين وفكين في المجالات كافة اللقاء كان بحضور معاوني رئيس الجمهورية عايشة خليل بلاد للعلاقات المتميزة بين بلادنا كات وجمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات التنموية استقبل فخامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنور برئاسة الجمهورية سفير جمهورية الصين لدى البلاد سعادة وو جي الذي جاء في هذه المقابلة حاملا معه رسالة شفهية من الرئيس الصيني سي جينبينج إلى نظيره فخامت رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو التي حملت في طاياتها السبل تعزيز العلاقات السنائية القائمة بين البلدين وكذا مواصلة المشاريع التنموية القائمة بين دولة الصين وجمهورية شات اللقاء الذي استقرق زهات الساعة طرح فيه السفير الصيني لرئيس الجمهورية بأن دولة الصين تتعامل مع شات في مختلف المشاريع التنموية منها البنية التحتية والتجارة والصناعة والزراعة وإن دولة الصين ستكسف من مشاريعها التنموية وذلك من أجل مصلحة البلدين والشعبين الكادي والصيني السفير الصيني لدى البلاد عقب خروجه من اللقاء قال الهدف من هذا اللقاء من أجل تقديم الدعوة لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من نظيره الرئيس الصيني للحضور في المنتدى الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية المزمن إنعقاده في الفترة من الثالث حتى الرابع من سبتمبر المقبل قمهن رئيس الجمهورية على علاقات الكادية الصينية وهذا يعتبر شرف كبير لجمهورية الصين وجدير بالذكر بأن اللقاء تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سعادة شريف محمد زين ووزير الدولة والأمين العام برئيسة الجمهورية كالزيبي باهيم ديبي ومديرة المكتب المدني برئيسة الجمهورية السيدة باناتا كالي السوب كما التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بكل من رئيس منظمة أفري جيان أفري كاسيا العالمية السيد فردينان بليكا ورئيس مجموعة كاستل المشروبات الغازية مشيل بلي وقدر اللقاء حول تعزي سبل الاستثمار في البلاد تعيش خليل بلال مرة أخرى من أجل تنشيط المشاري وفتح فرص للاستثمار في البلاد استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي رئيس المنظمة العالمية أفري جابان أفري كاسيا السيد فردينان تا بليكا المقابلة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ومساعد رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني أعطت الفرصة لسيد فردينان تا بأن يؤكده لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رقبتهم للإسهم في تفعيل الشراكة من أجل تحقيق كل المشاريع المحلية التي ستنفذ في كات من جهته شقر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المنظمة على هذه المبادرات التي تقوم بها المنظمة العالمية أفري جابان أفري كاسيا في سعيها لدعم البرامج التنموية المحلية والمالية وشات أيضا في حوية لدعم المشاريع المحلية ونشير بأن المنظمة العالمية أفري جابان أفري كاسيا وهي منظمة تعمل في مجال دعم البرامج التنموية المحلية والمالية الشاملة قد أسحمت ونفزت العديد من المشاريع في البلدان الإفريقية وستعمل من أجل دعم البرامج التنموية المحلية والمالية في شات رئيس المنظمة العالمية جابان أفريكاسيا السيد فردنان تابليكا عقب خروجه لأنه قد وقع في الأشهر المنصرمة على اتفاقية مع وزارة التقديد والاقتصاد التنموي التعدي من أجل تميل بادفيت وهو من ضمن برامج الخطة الوطنية لحشد الدعم على هذا الأساس جئنا لتنفيذ العمل واقعيا لدعم المشاريع التعدي مضيفا بأن القيمة المالية لتميل مشروع بادفيت يقدر بـ 125 مليون دولار أمريكي كما يستقبل فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو رئيس مجموعة كاستيل للمشروبات الغازية السيد ميشيلا بالي وتعتبر المقابلة الثانية من نوعها في غضون الشهر المنصرم اللقاء تم بحضور وزير المالية والميزانية السيد إيسا محمد عبد المحمود ووزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارية وتطوير القطاع الخاص السيد يوسف أبا صلاح ومساعد رئيس الجمهورية بالأمان العامة والمكتب المدني كما شرح رئيس مجموعة كاستيل ميشيل بالي للرئيس الجمهورية كيفية استمرارية عمل الشركة والصعوبات التي تواجه سير العمل فيها رئيس الجمهورية شجع رئيس المجموعة على مزاولة العمل ومواصلة أعمال الشركة في استنتاج المشروبات القازية للمواطنين رئيس مجموعة كاستيل ميشيل بالي عقب خروجه قال بأنه جاء في هذه المقابلة ليشرح لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مسألة الاختلاف التي تواجهها المجموعة المتمثلة في ضفع الضرائب ومن خلال هذا اللقاء كما وعدهم رئيس الجمهورية بحل هذه المشكلة قام اليوم ممثل رئيس الجمهورية وزيرة الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الدكتور نور الدين دلواء كاسيري كومكوي قام بوضع حجر أساس بناء سوق الغلة وذلك بتمويل من الحكومة التشادية وإشراف من شركة نيو كلوبال السودانية المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة والمستشارين وعمدة بلدية مدينة أنجمينة محمد طاهر الصالح المنشآت العمرانية التي تشيد من حين لآخر صيما مدينة جمينة التي تشهد عمرانا حديثا من قطع النظير في السنوات الأخيرة لجعلها مرآة للدول وسط أفريقيا فإن بناء وضع إلى بنت حجر الأساس لسوق الغلة جاء ضمن ثمرة هذه الجهود التي تبزلها الدولة لتحديث مرافقها لعمرانية المجسم لبناء سوق الغلة الحديث الذي تقوم بتنفيذه شركة تيو جلوبال تكنولوجيا السودانية في مساحة 13650 متر كما يحتوي السوق على أكبر مسجد يتسع لألفي مصلي وموقف لسيارات ومنتزع ومخبز ومخازن تحت الأرض مزودة بكاميرات مراقبة ووحدة مطافة للحرائق وإدارة شرطة وغير ذلك من الخدمات السيد الرئيس سوف تكون الشركة سوف تكون شراء المواد مخلية من ما يقضي ذلك الأناش سوق المخلي عندت مدينة جمنة مريم جمعي بيت قالت إن البلدية تبزل قصار جادها لترميم وتجميل العاصمة كي تواكب أسواقها الأسواق العالمية مضيفة أن السوق الجديد يقدم خدمات نوعية للباعة وإراحة تام تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية لجعل العاصمة نموزجا من دول إفريقيا المركزية وهذه الرؤية تشمل أسواق دوائر العاصمة العشر ودعت الشركات من أجل الاستثمار في تشاد وقام وزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية دكتور نور الدين دلواكا سيركو موكوي وعمدة بلدية جمنة ومسؤولية الشركة البانية وبعض المدعوين بوطء حجر الأساس وتفقد مجثم بناء سوق الغلى الحديث الذي يتم تنفيذه خلال سنتين ونصف من قبل شركة تيوغلوبل تكنولوجيا السودانية التقى أمس في خامة رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو برئيس كتلة المعارض السياسية ورئيس حزب إين دي إير صالح كبزابو وقد تطرق الجانبان إلى مختلف المواضيع السياسية الراهنة وحول هذا اللقاء فقد عد الزميل أدم بكر إدريس الورقة التالية هذا هو اللقاء الأول من نوعه يقيله رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو بالقصر الرئاسي مع زعيم كتلة المعارض السياسية صالح كبزابو هذا اللقاء يعطي دفعة قوية في إرساء دعائم الديمقراطية في البلاد والذي جاء على خلفية الجمهورية الرابعة بهدف تكوين الإطار الوطني للحوار السياسي وأن تضييات الجمهورية الرابعة صورة لبداية موفقة للحياء السياسية في البلاد ذلك أن الخلافات السياسية والهزبية تكون تحت غطاء الحوار السياسي وهي مرحلة لعودة البلاد إلى الإصلاح المؤسسي الشامل وهذا الإصلاح يحتاج إلى الأقلانية في التفكير السياسي ومنحج الديمقراطية وأن ضعيم كتلة المعارض السياسية صالح كبزابو هو من ضمن الرؤساء الحزاب السياسية النشطة في ساحة الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرارات وأن رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الرائل الأول والضامن للحريات العامة وقد فتح أمام الطبقات السياسية والزعمة الهزبية فرصا لتحقيق مكاسب على الصعيدين السياسي والتنموي بعد تحقيق مبدأ التراضي وأن الحوار الذي دار بين رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وضعيم كتلة المعارض السياسية صالح كبزابو لأجل رعب الصدى وتحكيم الأقل واللجوء إلى الحوار السياسي وأنه بوجود الإطار الوطني للحوار السياسي يعد ضرورة قصوى لأجل تفعيل الهراك السياسي في البلاد والعمل على المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية والتي من المزمع أن تجرى في الفترة المقبلة ترأس اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي أعمال الورش الوطنية لتحضيرات الخطة الوطنية حول رعاية الأطفال الورش تم تنظيمها من قبل جمعية السياسي الأخضر بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى البلاد كان ذلك بقصر الديمقراطية بحكاسي ياسر محمد تحت الرعاية السامية لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نظمت جمعية السياسي الأخضر في الساهل بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالبلاد الورش الوطنية للتحضيرات حول رعاية الأطفال وفق رؤية 2030 تشات التي نتمناها لصالح الأطفال بكل من مدينة أبشي وفايا وماو ومندو وسار وأنجمينة إضافة إلى لاجئي مدينة فرشنا وذلك بهدف تقديم رؤاهم واقتراحاتهم لتشات التي نريدها وفق البرنامج الوطني للخطة الوطنية في كلمته المسؤول المهوري بالجمعية الوطنية دكتور جاك لوك أنقامي قال إن هذا اليوم الذي يصادف السابع عشر من مايو هو يوم فريد وليس ككل الأيام ولأنه لأول مرة يجمع الأطفال هنا في القصر البرلماني من أجل استقطاب آرائهم السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست ورئيس جمعية السياج الأخضر في الساحل جويل بوديمان قالوا إن هذا المشروع يولي احتماما ويفتح فرص للشباب والفتيان لمعرفة توجهاتهم في الحياة العامة أمين الدولة بالاقتصاد روزيما ماي قال إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منح فرصة للشباب وخصص لهم مكانة في الجمهورية الرابعة رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاروكا بديل لدى افتتاهه عمال الورشة الوطنية للتحضيرات حول رعاية الأطفال قال إن هذه الفرصة نواح لصالح الشباب وأن هذا المشروع بالنسبة لهم شيء مستحدث وهو الدافع والمسائد لفتح آفاق مستقبلية للشباب وأن هذه الفرصة إفادة الأطفال من أجل التفكير في مستقبل البلاد بمناسبة لهم العالمي للاتصالات نظمت وزارة البوستة وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإعلام نظمت تظاهر فكرية وعلمية بقصر الخامس عشر من ناير كان ذلك بحضور وزيرة البوستة والإعلام مادلين ألنكي هارون أباد جاكا غيرها من دول العالم تحتفل باليوم العالمي للاتصالات وشركة الاتصال وبهذه المناسبة فإن الحكومة عبر وزارة البوستة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات والإعلام نظمت هذه التظاهر الفكرية والعلمية وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال التكنولوجيا وذلك للتفاكل والتباحث من أجل الإسهام بشكل فعال لتوعية الرأي الوطني حول أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث أن هذا القطع الهام له دور أساسي في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وخاصة في تشات وفي كلمتها وزيرة البوستة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات والإعلام ناطق رسمي باسم الحكومة مادلين ألنكي أشارت إلى أن الحكومة بذلت جهودا مقدرة في إنفاق مبالغ باهظة الثمن لتطوير هذا المجال إلا أن هناك بعض التحديات المتمثلة في عدم الابتكار والإبداع بالإضافة إلى عدم جودة خدمات شركات الهاتف المحمول وشددت على ضرورة أن تكون خدمات تقنيات التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال مواكبة مع الواقع الشديد وأوضحت أن الشعار هذا العام هو نحو استخدام إيجابي وذكي للتكنولوجيا وأن هذا الشعار يحتم على الحكومات مضعفة الجهود من أجل تحسين نوعية شبكة الإنترنت وخدمة الاتصالات للإشارة فإن قرابة 166 دولة تحتفل بهذا اليوم وذلك منذ أن أقرب تاريخ السابع عشر من العام 1969 وهو تاريخ تزامن مع تعسيس الاتحاد الدولي للاتصالات قام سفراء تركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد قاموا بزيارة لإقليم سلاة بهدف الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الإقليم كان ذلك برفقة مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمسؤولين الإدارين بالإقليم ضمن العمال التي تقوم بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصل وفد تابع للمفوضية إلى مدينة جوزبيضة برفقة ثلاثة سفراء دول معتمدين لدى البلاد وهم السفير التركي والأمريكي والفرنسي حيث كان في استقبال الوفد حاكم الإقليم رمضان إردبو وتهدف هذه الزيارة إلى معرفة سير العمال التي تقدمها المفوضية لصالح السكان النازحين واللاجئين وكذا العيدين وبهذه المناسبة قدم المنسق العام لبرنامج الأمم المتحدة بالبلاد استفان طول جدول أعمال البعثة الذي يرمي إلى معرفة الصعوبات والعوائق التي أدت إلى قلة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم والعمل على إيجاد حلول لها وكذا تقديم يد العون للاجئين هذا وعقب تقديم البرنامج العام المفوضية تبين للوفد بأن إقليم سيلة تنقصه المرافق الإدارية والبنية التحتية وقلة المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى نقص في الخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة حاكم إقليم سيلة رمضان إردبو خلال كلمته بهذه المناسبة دعا شركاء التنمية والمانحين بالتدخل فورا وتقديم ما يمكن تقديمه للسكان بالإقليم هذا وفي سياق متصل زار الوفد منطقة كوتوفو التي تبعد عن مدينة جوزبيدا بنحو 35 كم وذلك بهدف الوقوف وتعرف على مدى تقدم المشاريع الممولة من قبل المفوضية لصالح النازحين واللاجئين على حد سواء بغية الاستفادة من المشاريع الزراعية واختتم الوفد زيارته بالمدرسة الإبتدائية المركزية والمركز الصحي وكذا مخيم اللاجئين بغزبيدا قدم اليوم شركاء البلاد في التنمية بمقاري منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا مشتركا حول أوضاع اللاجئين في أقاليم البلاد المختلفة شرق أبدالله رحمة سعيا لتحسين أوضاع اللاجئين بالبلاد جاهد المؤتمر الصفيا المشترك ما بين مسؤولي الأمم المتحدة وشركاء التنمية مؤتمر صحفي تدخل فيه المؤتمرين بعيدة كلمات جلها تنصب حول حالة اللاجئين التي لاحظ المؤتمرين خلال الزيارة التي قاموا بها في أقليم وداي ووادي فرة وأقليم سلامات وغزبيدا حيث قلبا الزيارة سمحت لهم بالتفاكر وتبادل الآراف فيما تعلق بالأوضاع اللاجئين بتلك المناطق طالبين من الشركاء المانحين أن يساهموا من عجل تقديم الخدمات اللازمة للاجئين وهذا يتطلب جهد كبير لدمجهم في الحياة الاجتماعية وأشددوا على ضرورة مساعدتهم وكاد دعمه في إقامة مشاريعهم التنموية من زراعة وتجارة وغيرها مؤكدين بأن هذا الوضع يحتاج إلى تضافر الجهود معا من أجل وضع خطط الاستراتيات جديدة تساعدهم بصورة أفضل منوهين بأن الشركاء المانحين عبر الحكومة سيفزلون قصار جهدهم من أجل راحة اللاجئين بتلك المناطق قدمت مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هنددبي إتنو مساعدات قذائية للعائدين من إفريقيا الوسطى والقاطنين بمخيم جوي بالدائرة الثامنة محمد حسن أدم مواصلة لعنشطتها الاجتماعية وتأكيدا لشئارها الإنساني تعاون من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية قدمت مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هنددبي إتنو سلال لاقذائية للعائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى بمخيم جوي بالدائرة الثامنة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث جرت المناسبة بهضور مسؤولة ترقية المرأة والشؤون الاجتماعية بالمؤسسة السيدة شمس الهدى أباكر كدادي والتي أكدت بأن هذه المساعدات تدخل دمن أنشطة المؤسسة الرغامية إلى الوقوف بجانب الشرائح الضائفة مؤسسة القلب الكبير جات بمناسبة بداية أيام رمضان لكي تساندكم مؤسسة القلب الكبير هدفع الوهيد كيف تساند وتسائد الناغم الضائف هذا وكما قدم باء الدمين المستفيدين شكرهم الخالص لمؤسسة القلب الكبير على وقوفها الدائم بجانب المحتاجين ونشير إلى أن مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو ستقوم بتنظيم أنشطة مماثلة لصالح الشرائح الضائفة من تبقات المجتمع في هذا الشهر الأزيم سياسيا أعقد الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالسلامات لقاء توعبيا جمع عضاء الحزب مدينة أم التيمان حضرت الإقليم حول وضع استراتيجية لتقديم رسالة السلام أدم حسن المكو الأمانة الإقليمية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم السلامات كانت شهيدة على حيثيات اللقاء الإخباري التوعوي لخلايا الحركة الوطنية للإنقاذ بأحياء أم التيمان حيث كان الحديث التوعوي والإخباري في استراتيجية وكيفية تقديم رسائل السلام والتعايش السلمي والمواطنة لتغيير السلوكية الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم السلامات إبراهيم موسي يونس خلال اللقاء قال بأن البلاد مرت بصعوبات وتحديات كثيرة في تاريخها إلا أن تلك الصفحة قد أقلقت بالسلام والحرية التي أتى بها رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو مشيرا بأن مغضى وقيمة السلام يعرفها تشاديون كما شدد الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم السلامات على المناضلين والمناضلات بضرورة تقديم رسالة السلام إلى المجتمع من أجل المحافظة على التنمية والإزدهار والنهضة المنشودة للرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وشهد اللقاء أيضا عدة مداخلات ندد فيها المشاركون على دور أولياء الأمور بمراقبة الأبناء وتربيتهم داعين أولياء الأمور لإرشاد أبنائهم من أجل السير على النهج القوي ما زالت تتواصل أعمال الحملة التوعية التي أطلق تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل المواطنة حول توصيات المنتدى الوطني الشامل حيث التقى الوفد بتجار سوق فرشا بالدائرة الأولى تقريب محمد صالح الحسي يواصل تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل المواطنة حملته التوعوية حول قرارات المنتدى الوطني الشامل وذلك لصالح تجار سوق فرشا بالدائرة الأولى لبلدية أنجمينة كانت المناسبة بحضور بعض مسؤولي الدائرة الأولى افتتح المناسبة المنسق الوطني للتحالف والذي قال إن قرارات المنتدى الوطني وخصوصا مبادئ الجمهورية الرابعة تطبق في كافة الأراضي الوطنية وحدفنا الـ 75 قرارات تخدم المصلحة العامة للمواطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية لكي نجد لكم أخواني أخواتي التجار الموجودين هنا في السوق اليوم لكي ننوروكم أما منذوب سوق فرشا عبر عن رضائه التام حول ما قام به رئيس الجمهورية تجاه الجمهورية الرابعة وأضاف إلى أن هذه القرارات تساعد المسؤولين في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة قدم المهندس أحمد أمبدو محمد مؤتمر صحفيا دعا فيه المهندسين المعمارين الشديدة إلى إنشاء مكتب للمهندسين على غرار المهندسين الدوليين والتسجيل في المكتب الدولي للهندسة المعمارية تقرير محمد طهير صالح بعد أن شارك في مؤتمر باماكو للمهندسين المعماريين في الفترة من السادس إلى التاسع من مايو الحالي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغريتشات المهندس أحمد أمبدو محمد أقد مؤتمر صحفيا تناول فيه نتائج اجتماع باماكو الذي ضم عددا كبيرا من المهندسين المعماريين بإفريقيا وذلك بهدف انضمام مجموعة المهندسين المعماريين إلى مجموعة المعماريين العالميين مضيفا أن شات وضعت خارطة طريق نحو السلام والتنمية والبنية التحتية وهذا الأمر يتطلب جهود المهندسين لبناء شات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة كما دعا المهندسين الشاديين لاعتماد على الخبرات والجهود الزاتية لرفع عجلة الاقتصاد الشادي مطالبا بتكوين كتلة واحدة لمجموعة المعماريين وتم طرح العديد من الأسئلة من قبل مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بغية الحصول على المعلومات أو الاستفسارات حول كيفية انضمام المهندسين ومشاركتهم في عضوية المكتب العالمي للمهندسين فرد عليها رئيس مجلس إدارة أغروشات المهندس أحمد تنبادو محمد وطلب من الحكومة مساعدة المهندسين المعماريين الشاديين لأداء مهامهم على أكمل وجه قدم اليوم نادي روتاري الدولي شيكا ماليا بقيمة أكثر من مليوني دولار أمريكي لوزير الصحة العامة عزيز محمد صالح وذلك بهدف استئصال شلل الأطفال هذه المناسبة وجرت بمقر الوزارة تقرير ابتسام موسى أبض الله وقراءة أدب حنفي تسعى الحكومة وشراكائها في مجال الصحة العامة لمكافحة الأمراض الوبائية كمرض شلل الأطفال وفي هذا الإطار قدمت منظمة نادي روتاري مبالغ مالية لصالح وزارة الصحة العامة وذلك من أي القضايا على مرض شلل الأطفال رئيس نادي روتاري حسن سيلة بكري قال بأن مرض شلل الأطفال أصبح الشغل الشاقل للحكومة ويجب القضاء عليه ومش ما تعرفوا الإنساف قد تخذوا في شات وشات الرئيس الجمهورية هو إدريس دبيتنو والوزير عزيز هم قاموا بالنية وايت حشان يحاربوا مرض شلل والقرصة جمنا للإنساف حشان يخذوا فوقا في حاكم نادي ديستريك الدولي فرديك بيشوشي قال بأن القضاء على مرض شلل الأطفال هو من ضمن خطط البرنامج الذي وضعه النادي وأضاف بأنه خلال إقامته في العاصمة جمينة سيقوم بجولات في بعض الأقاليم لأجل الإشراف على تطعيم الأطفال ومكافحة الشلل والأمراض الوبائية الأخرى وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح بدوره شكر النادي على هذه المبادرة التي تسعى إلى قضاء شلل الأطفال كليا من البلاد ووعد الوزير بتنفيذ خطط نادر تاريه من أين القضاء على شلل الأطفال في كفة الأراضي الوطنية عبر تطعيم الأطفال أعلن اليوم المهندس أببكر محمد إدريس اختراعه الجديد وهو صنعت آلة الحراثة المعروفة بالكدنكة وحول هذه العملية أو هذا الاختراع تعد زميل محمد خميس مهدي للتقرير التالي هذا الابتكار الجديد والذي قام باختراعه المهندس الشاب أدريس بكر محمد سيحل محل الآلة التغليدية الكدنكة وتغوم هذه الآلة لحراثة وتهيئة التربة تمهيدا لوضع البزور صنعت هذه الآلة من الحديد الصلب وقد رحب به عدد من المزارعين وعشاروا إلى أهميتها في فلاحة الأرض هذه الآلة تعمل على توفير الوقت والجهد بهيث أنني في الماضي بهاجة لسمان دقائق لتقليب التربة وبهذه الآلة الجديدة تمكنت في قلال سلاسة دقائق لتقليب التربة الجدير بالذكر فإن المختر عدريس بكر محمد قام من قبل باختراع العديد من الآلات الزراعية وساعدته مهيبته في الحصول على جوائز عدة آخرها جائزة أفضل مخترع خلال المهرجان الثالث للمواهب الشادية والذي نظم في عام 2017 الماضي في العاصمة إنجمنا انطلقت أمس بمقر الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوي عملية الإحصاء العام للفنانين الشادينة وفي هذا السياح فقد عد زميل آدم حسن المكوي الورقة التالية إثبات الوجود في الساعة الفنية هو مدعاة انطلاقة عملية الإحصاء العام للفنانين في لفتة هي الأولى من نوعها لأصحاب الفنون المختلفة بغية إحصاء وعد الفنانين الشادين والمطربين بمعية الحقوق ليكون كل فنان في مجاله وتخصصه حسب هذا الإحصاء الذي سيمهد الطريق للقانون العام للثقافة المنسق العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية أباكر روزي تاكيل أكد بأن هذا الإحصاء يساعد الهيئة في معرفة أرقام الإنجازات الفنية وعدد الفنانين في مختلف الفنون مما يسهل عملية البحث عن دعم وفقا لهذه الإحصائيات وزيرة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية دكتور عرجون جلال خليل أثناء انطلاقة عملية الإحصاء أفادت بأن الدولة قد حققت إنجازات مهمة في هذا القطع ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى بدل جهود فيما يتعلق بتثمين أعمالنا الفنية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للفنانين وننويه بأن الإحصاء العام للفنانين الذي بدأ في العاصمة أنجمنا ستتواصل نشاطته حتى تشمل مختلف مدن البلاد هكذا مشاهدي القرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى القناة اشتركوا في القناة